موسيقى مشاهدين والترائع الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضرتكم يعني أكيد شغلنا الشاغل وكل تفكير جمهور النادي الأهلي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم كل تفكيره في مدلات الأهلي والتراجي إن شاء الله المقرر إقامات يوم السبت القادم برادس الساعة السامنة إن شاء الله مساءً أكيد كلنا بننتظر هذا التوقيت عشان إن شاء الله النادي الأهلي ولعبته وجهازه يفرحونا إن شاء الله إن شاء الله كلنا أمل وكلنا تفاقل كالعادة يعني التاريخ بيقول كده وكل المباريات النادي الأهلي كان محتاج إن هو يكسبها وكان في أمس الحاجة إن هو يكسبها وكان في مواقف زي المواقف المشابهة اللي قبل كده النادي الأهلي دايماً بيبقى صاحب الكلمة العليا إن شاء الله كلنا تفاقل وكلنا أمل وكلنا أمل في فريقنا كمان وكلنا وراه إن هو زي ما عودنا إن هو يكسب إن شاء الله المباراة القادمة ويقبل التحدي تحدي كبير قوي 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 بيعيشه فريق كرة القدم بالنادي الأهلي في ظل التحديات المحيطة به واللي أنا مش عايز أعود أتكلم عليها كل شوية لكن فريق النادي الأهلي دايماً سباق ودايماً رجالة زي ما معودنا على مختلف العصور ومختلف الأجيال ومختلف النجوم النجوم بتسلم نجوم نجوم صغيرة وبتكبر نجوم ما كانتش أو ما كانش حد يعرفها وجهات ندي الأهلي بقوا نجوم كبار جداً وأصحاب أسماء كبيرة جداً إن شاء الله يفرحونا زي ما هم معودنا إن شاء الله ويبقوا عند حسن ظن جماهير ندي الأهلي اللي دايماً بتظن بفريقها كل الخير وكل الأمال متعلقة إن شاء الله بأقدام لعبي الناد الأهلي وإن شاء الله يبقوا على قد المسئولية بإذن الله أقول لكم أخبار قبل ما ندخل في جو الحلقة بتاعنا أهمها أهمها إن الكاف بيرفض تغيير حكم مباراة الأهلي والترجي يعني أنا شايف إنه هو فيه فيه شبهة في الموضوع فأعتقد إن طالما فيه شبهة في الموضوع ليه ما نغيروش يعني مش عارف ربنا يسطر أعلن مسئوله إن الإتحاد الأفريقي الكاف بشكل نهائي إدارة الحكم الكاميروني نياند لمواجهة الأهلي والترجي في إياب دور السمانية لبطول الدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت القادم برادس كانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت وجود سلة قرابة بين الحكم الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط فريق الترجي يعني فيه سلة قرابة أو بعض الأقويل إن فيه سلة قرابة من الحكم نياند واللاعب الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط فريق الترجي هنقول إن هم عللوا الكلام ده إن هم استقرروا الحكم الكابتن عبد المنعم شاط رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية قال إن يا أنت خلاص هو حكم مبارات الأهلي والترجي بشكل نهائي لم نفتح تحقيق في أمر وجود قرابة بينه وبين أحد لعبي الترجي لصعوبة التأكد من ناحية ولإستحال التغيير حكم مباراة لمجرد وجود سلة قرابة بينه وبين أحد لعبي الفريقين وبالتأكيد أي حكم لن يزكي قريبه على نفسه ما إحنا شفنا من غير ما يكون قرائب ومن غير ما يكون نسائب ومن غير ما يكون صحاب ما بيخافوش على الأساميهم ما إحنا شفنا كابتن عبد المنعم شفنا كل الكلام ده أو كابتن شاط عشان اسمه المعروف المشهور في الوسط الرئيدي المصري كابتن شاط بيقول كده وأنا بقول لك كابتن شاط الحكام من غير ما يكون في صلة قرابة من غير ما يكون في صلة نسب ومن غير ما يكون في صلة صحاب أساساً بيجوا عن ناد الأهلي وشفت المبرارة اللي فاتت للأهلي والترجي في قلب استاد برج العرب وفسط جميع الناد الأهلي والحكم يعني أكيد انتوا عارفين اللفظ اللي أنا عايز أقوله خلص علينا خلص علينا فيعني لما يكون فيه حد كمان فيه حتى شوفها أنه هو قريب ولأ بيتعاطفوا معاه ونحن مجبون على اخترارات حكام كأس العالم في روسيا ولكن في نفس الوقت في حالة وقوع أي حجم في خطأ سيتم عقابه بشكل كبير وإحنا هنستفيدي ما الحكام ما شاء الله يعني الماتش اللي فات يعني طيب ناخد الكابتن عبد المانع مشاطة الموديل الفني للاتحاد الأفريكي اللي كرة القدم كابتن شاطة أهلا وسهلا بحضرتك كابتن أهلا وسهلا بحضرتك منور الدنيا كل لسانة حضرتك طيب وانت طيب ربنا بارك لك يعني أنا كنت لسه بقول على لسان حضرتك تبريدك للإبقاء أو الإصرار على حكم مباراة الأهلي والتراجي اللي هو الحكم نيانت وكان فيه شبه بيقول أو كان فيه بعض الأراب بيقوله نواف فيه صلة علاقة بينه وبين الكاميروني فرانك هم لاعب وسط فريق التراجي وحضرتك قلت يا جماعة مش هينفع نتأكد أو مش هنلاقي وسائل نتأكد بها من صلة الكارابة دي زائد الحكم أكيد مش هيزكي لعيب على حساب نفسه وان فيه يعني دلوقتي فيه مونديال كاس العالم وأكيد الحكام بتخاف على اسمها وأي حكم بيوقع في أخطاء أكيد هيتم معقابه من قبل الاتحاد الأفريقي نعم ده كان تبريد حضرك وأنا بقول لحضرك يعني الحكام الماتشي